تطور نوعي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفي مقدمتها الرعاية الاجتماعية والحرص على إحياء المناسبات والشعائر الدينية المختلفة من هذا المنطلق أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالات عيد القيام المجيد بالتزامن مع إحيائها في ربوع مصر ويعني وجودنا جوا كنيسة لحاجة جديدة خالص بنشكر الداخلية عليها وبنشكر سيد الرئيس طبعا على المجهودات العظيمة التي عمل في البلد طبعا إحنا جاييني النهاردة عشان نهني النزيلات بعيد القيام المجيد وإن الله كل سنة وإنتم طيبين مفسوطة جدا طبعا يوم عيدنا عيوم عيد كيامتنا احتفالنا بعيد كيامتنا الحمد لله نشكر ربنا على كل حال انطلقت ترانيم عيد القيام المجيد تنساب بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل في حضور رجال الدين المسيحي وسط النزلاء والنزيلات وفي دور العبادة المخصصة لذلك والتي أقيمت داخل تلك المراكز لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية إعلاء لمبادئ حقوق الإنسان إحنا في نقلة كبيرة أقول إحنا أكثر ناس نحس بيها في المكان في مكان الصلاة في الإعداد وجود الكنيسة في مركز تأهيل ده أحلى تأهيل فرحة ما توصفش لأنه ما كانش الحاجات دي متوفرة قبل كده وربنا يخلي سيادة الرئيس وفلينا الحاجات دي فرحة كبيرة في الشارع في أي حاجة في تكسها وفي اللزام بتاعها وفي مبانيها تقصية كما كان لها في الشارع بالزبط أكيد شي بيساعدنا كلنا يعني بيساعد كل الناس اللي موجودة إن إحنا تقيم لنا صلوات في أعيادنا وفي نفس التوقيتات مش قبلها ولا بعدها إحساس طبعا ما توصفش إن أنا وسط إخواتي نحن بنحتفل في الكنيسة هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل الحاجات دي ما كاناش تبقى متوفرة من قبل وجينا هنا لجينا الحاجات دي على أعلى طراز على مستور إحياء المناسبات الدينية هي جزء من منظمة متكاملة من الإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تعتمد على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وإكساب المهارات المتنوعة للنزلاء وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ما يؤهلهم لبداية حياة جديدة عقب الإفراج عنهم